نهاردة نادي الزمالك تلقى خطاب من الاتحاد الدولي ايه بقى الحكاية؟ حكاية كهربا اتحاد الدولي قال للزمالك انه هيمهل محمود عبد المنعم كهربا ست ايام فقط الخطاب ده وصل ايضا لكهربا بالمناسبة عشان كهربا يوضح فيه هو حول الغرامة لنادي الزمالك ولا ما حولش هم عايزين من الكهربا من الاخر يعني ريسيت التحويل يعني اديني الفاتور اديني الحاجة اللي حولت بيها واريني ان الفلوس اتحولت الفيفا عايز من كهربا ده خلال قد ايه؟ ست ايام طيب كهربا ما بعتش التحويل ايه اللي هيحصل هيتم اقاب واقاف كهربا مرة اخر هل ده كلام نهائي؟ ما عرفش ليه عشان ناحية تانية الاهل شغال قانونيا وهيشوفوا هيبعتوا ايه مع كهربا هل كهربا هيبعت يقول مثلا الاتحاد الدولي وده مقترح الاتحاد الدولي انا عايز مهلة شهر كمان عايز مهلة شهرين كمان هل اصلا الاتحاد الدولي هيقبل بطلب كهربا ده؟ ولا لازم كهربا خلال الست ايام يدفع الفلوس؟ اعتقد انه كهربا بيجري في هذه اللحظة في تجميع المبلغ لنادي الزمالك عشان الامور تنتهي والنادي الاهلي من قريب او من بعيد بيزق مع كهربا طيب نهاردة كمان عبدالواحد السيد قال مدير الكرة في نادي الزمالك انه نادي الزمالك تقدم بشكوى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد سيف فاروق عفر ويوسف اسامة نبيه بسبب انقطاعهم عن التدريبات وهو كمان رفض التعليق تماما على ازمة كهربا وقال انه الملف دوت مع الادارة الطبيعي ومنطق طيب عشان البيت